تكاتف المجتمعي توجد منذ القدام وبرز بشكل أكبر وأكثر خلال هذه الجائحة التي أبرزت حب وتعاون المجتمع البحريني وللتأكيد على هذه الصفات المتأصلة في مملكة البحرين انطلقت حملة لبيكيا وطن التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين من المواطنين والمقيمين المصابين بفيروس كورونا من خلال دعم لوجستي كامل وبالمجان على مدار الساعة أول شيء أود أن نوصل الشكر لكم وزارة العلامة على العمل الذي تقومون فيه بالضافة إلى وزارة الداخلية التي سهلت أمورنا عن طريق الدفاع المدني في تدريب الكثير من الكوادر من الشباب التي خلتنا نستطيع أن نساهم وندعم طريق البحرين من خلال المبادرات طبعا قدمنا أكثر من خدمة لأكثر من مركز وجمعية بالضافة إلى فرق طوعية ولله الحمد نجاحنا خلال الفترة التي راحت هذه المبادرة الجديدة لا شك أنها تخدم المواطنين من خلال توفير لهم خدمات الليجستية تقديم لهم خدمات التوصيل بالضافة تعقيم منازلهم بعد شفاءهم إن شاء الله من المرض وإن شاء الله كلنا مع بعض نحتفل بآخر مريض من كورونا بإذن الله بدأت فكرة هذه الحاملة أول مصدرة الأوامر من الفريق الوطني اللي هي بالإقلاق بعض المحاولة التجارية لمدة سبعين أننا نخدم المنازل ونخدم بهاتنا ومهاتنا كبار السن بحيث أنهم يخرجوا من بيوتهم ونوصل لهم الطلبات اللي يبونها بالمجان هذه الحملة التطوعية جمعت خيرة أبناء وبنات مملكة البحرين المطبقين لجميع التعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية لعكس الوجه الحضاري للمملكة في مختلف الظروف العمل التطوعي شيء أحبه ودومة للبحرين أكيد أحبه أكثر ودومة الأطباء يعملون 24 ساعة هذا شيء بسيط نقدمه علشان نقلل عليهم الضغط العمل في التطوع في ذي الفاترة الحالية هو التقليل من التجمعات أننا المدال الأسرة أو أسرتين ثلاثة يطلعون في وقت واحد فبيكون شخص واحد بيقطع كذا أسرة مملكة البحرين وفرت كل الإمكانيات للمواطن والمقيم ولم يتملص المواطن والمقيم أيضا عن واجباته وانطلق للبس رداء التطوع لرد جزء بسيط لهذه الأرض المعطاء من مبدأ المسئولية الاجتماعية وتعزيزا للتعاون والتكافل المجتمعي انطلقت هذه الفرق لتترجم أن العطاء يحتاج حبا للوطن والمجتمع بكافة أطيافه شغل عثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة